تشكيل الحكومة الجديدة يهدف لضخ دماء جديد لتطوير أداء بعض الوزرات لتعاطي بشكل أفضل وأسرع مع متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصرية كما تحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مسؤولية تعامل مع عدد من الملفات والتحديات يأتي في مقدمتها حفظ الأمن القومي المصري ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادية رغبة من القيادة السياسية في الاستمرار في مصاري الإصلاح الاقتصادي والبناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في مختلف قطاعات الدولة كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة الحكومة التي سيتم تشكيلها من مجموعة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تحمل على عاطقها مسؤولية تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والمرونة في التعامل مع الملفات مع وضع مبدأ الشفافية والوضوح مع المواطنين ركيزة لعملها حيث شهدت الفترة الماضية الحاجة إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين بشكل يعكس طموحات الشعب والعمل على تحقيقها وبيد أن الحكومة الحالية نجحت في التعامل مع العديد من الملفات وتجاوز العديد من الأزمات من شأن الحكومة الجديدة تطوير أداء بعض الوزارات وتقديم رؤى وأساليب مختلفة في التعامل مع الملفات والقضايا المهمة لتحقيق أعلى نسب الرضا الشعبي كما أن الحكومة الجديدة تأتي في مرحلة مهمة من عمر البلاد التي تواجه مخاطر تحدق بأمنها القومي ووضعها الاقتصادي بما يتطلب تكاتف كافة أطياف المجتمع مع الحكومة ودعمها لمواجهة وتجاوز كافة الأزمات والتحديات وهكذا تواصل مصر المضي في مصارها الإصلاحي وفق رؤية قيادة حكيمة رؤية أصبحت واقعا ملموسا يتطلب مواصلة السعي للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات